نواصل الحل، حل النماذج للنصوص المتحررة على نص من تجارب الحياة قال قيس بن الخطيم وهو شاعر من الأنصار وهو من الشعراء المخضرمين وهو طبعا من قبيلة يعني أوس يقول وإني لأغنى الناس عن متكلف يرى الناس ضلالا وليس بمهتدي فهو مستغن عن هذا الشخص الذي يتكلف ويتصنع ويظهر خلاف ما يبطن فهو هذا الشخص يرى الناس ضلالا وهو هذا الشخص ليس بمهتدي أصلا الباء هنا زائدة كثير المنا بالزادي لا صبر عنده لا يصبر على الزاد على الطعام لا يصبر على الجوع يعني لا صبر عنده إذا جاع يوما يشتكيه ضحى الغدي لا يصبر على الجوع ويشتكي وما المال والأخلاق إلا معارة فما استطعت من معروفها فتزودي المال وهذه الأخلاق هي معارة لديك فقط فما استطعت يعني ليست في الحقيقة ملكك فما استطعت من معروفها فتزودي وأنفق منها متى ما تقد بالباطل الحق يأبه وإن كدت بالحق الرواسية تنقدي طبعا متى هنا أداية شرط متى ما تقد تقد هو فعل الشرط متى ما تقد بالباطل الحق يأبه وإبه هذا هو الجواب أو النتيجة يأبه يعني يرفض إبه إذن الباطل لا يقود الحق ولكن الحق يقود الجبال الرواسي الثابتة فحتى الجبال الثابتة الرواسي تنقاد خلف الحق تنقاد وهي طائعة متى ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت إذا مشيت في غير الطريق المستقيم وإن تدخل من الباب تهتدي مراضف كلمة متكلف في البيت الأول يقول وإني لأغنى الناس عن متكلف متكلف يعني متصنع ومتظاهر وهو الذي يظهر نفسه على غير حقيقتها وأيضا كما يقولون تكلف الأمر أو تكلف الضحك يعني حمله على نفسه أجبر نفسه على ذلك وهو ليس من عادته ولا من طبعه هذا معنى التكلف والتصنع ما المقصود من البيت الأخير يقول متى ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت وإن تدخل من الباب تهتدي إبه هذا يدل على التعقل في معالجة الأمور وإتيانها من مقاصدها الصحيحة اللي هو متى أتيت اللي هو إن تدخل من الباب تهتدي إتيان الأمور من مقاصدها الصحيحة تدخل البيت من بابه كما يقولون المبدأ الذي اعتمده الشاعر في البيت الأول البيت الأول قال وإني لأغنى الناس عن متكلف يرى الناس ضلالا وليس بمهتدي إبه إذن هو يدل على هذا البيت لولا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت إيه عظيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله إبه هو ينهى الناس عن شيء ويفعل هذا الشيء المحسن البديعي هو يم يحدد طبعا لدينا محسنات لفظية ومعنوية في البيت الأخير طبعا لدينا في البيت الأخير مقابلة لماذا؟ لأنه قال متى ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت هذا الجزء الأول الجزء الثاني وإن تدخل من الباب تهتدي إبه إذن بينهما مقابلة وهو أن يؤتى بمعنى يين أو أكثر لو كان معنى واحد أو يعني كلمة تقابل كلمة فهو تباق أن يؤتى بمعنى يين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب هذه هي المقابلة الصورة البيانية في قوله أتيت الأمر من غير بابه طبعا هو استعارة مكنية لأنه شبه الأمر ببيت له باب الأمر ليس له باب إنما الذي له باب هو البيت فشبه الأمر ببيت له باب إذن استعارة مكنية الغرض الشعري للأبيات السابقة هو غرض الحكمة هنا الأبيات كلها تدل على الحكم البيت الذي يتفق مع قول الشاعر من يطلب الجورة الجورة معنى الظلم أو الباطل هنا من يطلب الجورة لا يظفر بحاجته وطالب الحق قد يهدى له الظفر هو البيت الرابع نفس المعنى متى تقد بالباطل الحق يأبه يرفض وإن كنت بالحق الرواسية تنقضي تنقض وتأتي طائعة يعني وتسير طائعة هو نفس المعنى من يطلب الجورة لا يظفر بحاجته يعني إن طلبت حاجتك بالظلم فلن تظفر أما إن طلبت طالب الحق قد يهدى له الظفر يعني إن طلبت الحق من طريقه الصحيح فقد تفوز وتنال وتحقق ما تريد التراكيب التالية تجتمل على أسلوب توكيد ما عدا طبعا أساليب التوكيد إني لأغنى الناس إني لأغنى الناس هنا أسلوب توكيد وسيلته أو أداته إن واللام إن واللام في الخبر مثل قوله تعالى إنك لمن المرسلين إبا إنا ولا طيب هنا أسلوب توكيد ليس بمهتد ليس بمهتد هنا وسيلة التوكيد هو حرف الجر الزائد اللي هو الباء كما في قوله ولست بعلامي ولست بعلامي الغيوب في بيت الشعر إبا إذن هنا الباء حرف الجر الزائد وأيضا من حروف الجر الزائدة الباء هذه والكافوة من هذه تدل على التأكيد وهي من أدوات للتوكيد يعني من تفيد التوكيد أيضا ما المال والأخلاق إلا معارة طبعا ده أسلوب قصر أسلوب قصر وسيلته النخي بما والاستثناء بإلا مثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول بإذن هو أسلوب توكيد بالإيه بالقصر طيب أما إن تدخل من الباب تهتدي فإن هذه أداة إيه شرط وليست أداة توكيد إبا الإجابة دال قال أبو خراش الهذلي وهو من قبيلة هذيل وهو اسمه خويلد وقد أسلم أسلم يوم حنين المهم يقول أبو خراش وإني لأثوي الجوع حتى يملني فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي وإني لأثوي الجوع يعني أطيل حبسه طبعا اللي هو ثوى في المكان يعني أقام فيه يعني إبا إذن معناه أنه يصبر صبرا شديدا على الجوع فالجوع يقيم معه يطيل حبس الجوع وإقامته إبا إذن هو يصبر صبرا شديدا على الجوع حتى يذهب الجوع ويذهب الجوع وأنا لم لم يدنس ثيابي ولا جرمي يعني لم يتسخ ولم يطلط يطلط لا ثيابي ولا جرمي جرمي الجرم اللي هو الجسد يعني المراد أنه لم يلحق عار بسبب الجوع إذن كلا الشاعرين يؤكد فكرة الصبر على الجوع ويذم من لا يستطيع أن يتحمل الجوع أو يشتكي منه فهنا فيه زم يعني لمن لا يصبر على الجوع يصفه بالإيه بأن هذا الشخص الذي لا يصبر أنه دنس ثيابه وجرمه قال أنطرة ابن شداد حكم سيوفك في رقاب العزلي وإذا نزلت بدار ذل فرحلي يعني يريد أنه يعني أحكم السيوف في رقاب العزة اللي هم الحساد أو اللائمين وإذا نزلت بدار ذل فرحل طبعا نزلت عكسي إرحل بينهما يتضاد وإذا نزلت بدار ذل يعني لا تقيم في هذه الدار إذا كانت دار ذل إرحل وإذا بليت بظالم طبعا بليت مبني مجهول وإذا بليت بظالم كن ظالما وإذا لقيت ذو الجهالة فجهالي يعني يقر يعني مبدأ المعاملة بليه بمثل فالموت لا ينجيك لماذا لأن الموت الموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل الجندل هي الحجارة العظيمة والصخر العظيم يعني لن تفر من الموت لا يفر أحد من الموت أينما تكونوا يدرككم الموت لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فسقني بالعز كأس الحنظلي الحنظل اللي هو نبات شديد المرارة يعني لا تسقني ماء الحياة لو لو الماء دوت أو الشيء اللي هتدول دوت فيه حياتي وفيه زلة لا أريده ولكن أنا أريد العز حتى ولو في يعني الشيء المر ماء الحياة بذلة كجهنم ماء الحياة هذا بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي وجهنم في هذا العز هي أطيب منزلي إذن المراد بالجهالة في البيت الثاني البيت الثاني يقول وإذا بليت بظالم كن ظالما وإذا لقيت ذوي الجهالة المقصود ذوي الجهالة اللي هو قلة العقل أو نقص العقل وليس المقصود الجهل اللي هو قلة العلم المقصود بقوله إذا لقيت ذوي الجهالة فجهل في البيت الثاني فالموت فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل إذن هذا المبدأ هو أينما تكون يدرككم الموت يعني لا فرار ولا مهرب حتى ولو كنت في برج عال يعني أو في مكان محصم نوع التشبيه في قول الشاعر ماء الحياة طبعا هنعكس مضاف مضاف إيه إليه إذن هو تشبيه بليغ صور الحياة بالإيه بالماء صور الحياة بالماء إذن كان على هذه الصورة بتعكس إيه تبدأ منين من الثاني وتقول صور الحياة بإيه بماء فهو تشبيه بليغ عن طريق عن طريق المضاف والإيه والمضاف إليه طيب ما المحسن المعنوي؟ طبعا هو حدد هنا قلنا أن هناك محسنات لفظية ومحسنات معنوية هو حدد هنا انتبه لهذا جيدا ولم يكن المحسن لم يكن المحسن البديعي وإنما قال المحسن المعنوي يريد واحد من المحسنات المعنوية فقط لا يريد لفظي طبعا التصريع لفظي فهو لا يصلح إذن نختار الطباق فهو محسن معنوي والطباق كلنا هو الجمع بين كلمتين كل منهما عكس الأخرى في المعنى كلمة نزلت وكلمة فرحل النزول الإقامة يبقى عكسها لإيه؟ الرحيل علاقة الشطر الثاني من البيت الرابع بما قبله الشطر الثاني اللي هو يقول فيه بل فسقني بالعز كأس الحنظلي هنا بل بل هنا بمعنى إيه لكن التي تفيد الاستدراك إذن الإجابة هنا الاستدراك لأن هذه بل تفيد الايه؟ تفيد الاستدراك لكن التعبير الذي يمثل استعارة مكنية وسر الجمال وسر الجمال طيب هو قوله حكم سيوفك حكم سيوفك وطبعا سر الجمال التشخيص لأنه شبه السيوف بإنسان أو بأشخاص يعني تحكم أو تحكم حكم سيوفك إذن شبه السيوف بإيه؟ بأشخاص تحكم وسر الجمال التشخيص طالما أنه شبه بإيه بإنسان علاقة المجاز المرسل في قوله رقاب في قوله رقاب طبعا كلمة رقاب هنا بإذن هي جزئية لأن ليس المقصود الرقبة فقط ولكن المقصود الشخص الأشخاص أنفسهم يعني وليس الرقاب فقط طبعا كلمة رقاب ليه مفردها رقبة وهي ليه العنق إبا العلاقة هنا الجزئية لماذا؟ لأنه عبر بالجزء اللي هو الرقبة وأراد الكل اللي هو الشخص إيه نفسه إبا إذن هو لا يقصد الرقبة فقط ولكن يقصد جميع ذات الإنسان كما في قولك دينك في رقبتي مثلا وهكذا وقوله تعالى تحرير رقبة لا يعني هل سيحرر رقبة هذا الشخص فقط لا سيحرر رقبة هذا سيحرر العبد كله الشخص كله في الشطر الأول من البيت الثاني إيجاز بحذف الفاعل لأنه قال بوليتا وإذا بوليتا بظالم كن ظالما إذا بوليتا فعل مبني للمجهول طالما الفعل مبني المجهول بإيجاز بحذف الفاعل قال الشاعر إذا كان الزل من جانب الغنى إذا كان باب الزل من جانب الغنى سموت إلى العلياء من جانب الفقري التعبير الذي يتضامن أو يتوافق مضمون البين هو وإذا نزلت بدار ذل فرح لي وإذا نزلت بدار ذل فرح لي لماذا هو قال إذا كان باب الزل من جانب الغنى سموت إلى العلياء من جانب الفقر يعني لو طريق الغنى فيه ذل سأسلك الطريق إلى العلياء من جانب الفقر إذن هو نفس المعنى كل ما يلي تحقق في الأبيات السابقة ما عدا البدء بالغزل تلاحظ أن الأبيات لم تبدأ بالغزل ولكن فيها حكمة ووحدة الوزن والقفية القفية وحدة والوزن واحد يعني الأبيات تمشي بهذا النسق يبقى إذن هذا الشطر الأول نفس الأبيات اللي في الشطر الأول كلها يبقى الشطر الأول في كل الأبيات نفس الوزن والشطر الثاني نفس الوزن هكذا هذا الوزن القافية وأيضا أنه مزج بين الخبر والإنشاء يعني في البيت الأول قال حكم سيوفك حكم إبه هنا ده فعلي أمر إبه أسلوب إنشاء إذا بليت بظالم إبه خبري فالموت لا ينجيك خبري لا تسقني ده نهي إبه أسلوب إنشاء ماء الحياة بذلة إبه هنا أسلوب إيه خبري إبه هو نوع بينهما قال عن طرط ابن شداد بكرت تخوفني الحتوفة كأنني أصبحت عن غرضي الحتوف بمعزلي أو عن بكرت يعني بدأت هذه التأتانيس يعني بدأت أو عجلت يعني وبادرت كلمته بسرعة تخوفه من الحتوف يعني من الموت كأنني تخوف عن طرط ابن شداد من الموت فيقول كأنني أصبحت عن غرضي الحتوف بمعزلي يعني يقول من متى وأنا متعد عن الحتوف وعن الموت وعن الحروب هو دائما في حروب ويقابل دائما الموت إبه إذن بمعزل يعني بعيد يعني اسم مكان وكلمة المعزل يدل أنه بعيد يعني مكان يبتعد فيه الإنسان بمفرده فأجبتها رد عليها إبا إذن هنا حوار بكرت تخوفني الحتوف إبا إذن هي قالت له ذلك تخوفه فأجبتها فرد عليها إبا هنا هذا دار حوار بينهما كما سأتي في الأسئلة فأجبتها إن المنية منهل إن المنية لها الموت منهل لابد أن أسقى بكأس المنهل المنهل لها مادة نهلة نهلة ينهل يعني اللي هو المقصود المورد يعني المورد أو الموضع الذي فيه المشرب أو الماء المكان أو البير اللي فيه بيستقم منه فأجبتها إن المنية منهل لابد أن أسقى بكأس المنهل يعني ذا شيء لابد منه وهو الموت إن المنية أي الموت لو تمثل لو تمثل مستلات مثلي إن المنية لو تمثل مستلات مثلي إذا نزلوا بدنكي المنزلي هذا الموت لو يمثل يعني يتخذ صورة مجسمة مادية في صورة مادية يمثل هذا الموت في صورة على هيئتي وعلى شكري يعني لكانت صورة الموت على صورتي إذا نزلوا بدنكي المنزلي الدنكي هو المكان الضيق إني مرء من خيري عبس منصبا شطري إذا هو يمدح نفسه هنا ويفخر بنفسه لأنه من قبيلة عبس منصبا شطري يعني من ناحية أبي هو أفضلهم أو من أفضل قبيلة عبس من ناحية أبيه من ناحية والده شطري يعني نصفي إذا نصف نسبي من ناحية أبي طيب وأحمي سائري سائر هنا مش معناها الكل معناها إيه الباقي فقط الباقي إذا باقي نسبي هو من ناحية أمي يحمي هذا النصف الآخر بالمنصل المنصل هو السيف أو حد السيف وسميه بذلك لأنه يلمع إذا نصف نسبه نصف نسبه نحميه بماذا بالنسب نسبه من جهة أبيه والنصف الآخر من جهة أمه يحميه بالسيف إن يلحقوا أكرر يعني وهو في الحرب إن يلحقوا به يهجم للأمام يعني أنه لا يفر يهجموا للأمام يهجموا إليهم لكي يحاربهم وإن يستلحموا يستلحموا وإن يستلحموا أشدد هو يتكلم عن قومه وإن يستلحموا في الحرب يعني يحاط بهم ويحاصروا ماذا يفعل هو يشدد ويحمل عليهم ويهاجمهم لكي يفك الحصار عن قومه وإن يلفوا بضنك بضنك أنزلي وإن يلفوا يعني وإن وجدوا في مأزق أو في موقف صعب ينزل يعني ينزل إلى الساحة ساحة المعركة وساحة الحرب لكي يدافع عنهم أيضا طيب معنى كلمة ضنك في البيت الثالث إذا نزلوا بضنك المنزلي وأيضا كلمة ضنك هي تدل على الضيق تدل على مكان ضيق هذا معنى كلمة الضنك تدل على الضيق أو تدل على أنه مكان ضيق أو صعب المقصود من البيت الأخير وإن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد وإن يلفوا بضنك أنزلي المقصود هو التأكيد على الثبات ومواجهة الأعداء على كل حال يعني هذا الحال الأول هذا الحال الثاني هذا الحال الثالث فهو في كل هذه الحالات هو ثابت في مكانه وسوف يواجههم على كل حال فهنا أكرر وهنا أجدد وهنا أنزل فهذا يدل على المواجهة في كل حال نوع الصورة البيانية في قوله المنية منهل المنية منهل هنا متدأ وخبر أيضا تشبيه بليغ إبت حدثنا منذ قليل عن صورة أو صيغة المضاف المضاف إليه تشبيه بليغ وهنا أيضا صورة أو شكل المتدأ والخبر إبت إذن شبه المنية اللي هو الموت بالإيه بالمنهل منهل الماء أو مورد الماء ثم يقول نوع المحسن البديعي في البيت الأخير هو حسن تقسيم كما يقولنا هو يقول هنا إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد إبن لاحظ وإن يلفوا بضنك أنزلي إذن هنا هو قطع البيت تقطيعا شعريا وتقطيعا موسيقيا متوازنا فهذا هو حسن للتقسيم وحسن تقسيم يكون في الشعر أما الازدواج يكون في النثر الشطر الثاني من البيت الثاني يقول لابد أن أسقى بكأسي لابد أن أسقى إذن إيجاز بحسف الفاعل طالما وجدت فعل مبني المجهول إيجاز بحسف الفاعل في البيت الأول إطناب إطناب اللي هو الزيادة أو التطويل عكس الإجاز فيه إطناب بالتكرار لأنه كرر هذه الكلمة كلمة الحطوف وقال بكرت تخوفني الحطوفة ثم قال عن غرض الحطوفي بإذن كرر هذه الكلمة فهو إطناب في زيادة يعني وليس إجاز بالتكرار الأسطوب الذي اعتمد عليه الشاعر لتوصيل الفكرة هو أسطوب الحوار كما قلنا هو قال في بيت الأول بكرت تخوفني ثم قال فأجبتها بذلك هذا يدل على أسلوب الحوار العنوان الأنسب هنا لهذه الأبيات هو شجاعة وفخر طبعا هو يدل على هذه الأبيات تدل على شجاعته وخصوصا البيت الأخير وإن يلحق أكرر وإن يستلحم وهكذا هذا البيت تدل على شجاعته ومواجهته للأعداء في كل حال وأيضا يدل على فخره بنفسه وهذه الأبيات بالمناسبة كانت ربدا على إهانة قيس بن زهير له أهانه ويعيره بأنه ابن السوداء أو ابن الأمة فرد عليه بهذه الأبيات أنه هو الذي يدافع عنهم في الحروب من ملامح البيئة الجاهلية طبعا هنا كلمة الهلاك المحدق هي ليست هنا ولكن العنوان الأنسب هو الشجاعة والفخر طبعا الهلاك المحدق اللي هو معنى كلمة المحدق الوشيك أو قريب لإيه؟ الوقوع طيب وبالمناسبة أيضا كلمة يقال يعني حدق به أو حدق أو أحدق يقال هذا يعني أحاط به من كل إيه؟ من كل جهة ولذلك تسمى الحديقة بهذا الاسم لأن الحديقة هي في اللغة هي أرض زاد شجر مصمر محاط بحاجز أو بجدار أو سياق أو سياج فلذلك هذه تسمى الحديقة طيب المهم من ملامح البيئة الجاهلية التي ظهرت في الأبيات هي كثرة خوض المعارك والحروب وهذا واضح في هذه الأبيات أنه يكثر فيها المعارك والحروب إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحل حل النماذج للنصوص المتحررة المحتوى على الدرس الأول الدرس الثاني هو سبيل الرشاد بإذن الله نلتقي مع شرح هذا الدرس أولا وتحليله وتحليل هذا النص واستخراج مواطن الجمال لكي نتعدد رب عليها ثم بعد ذلك نلتقي مع حل النماذج للنصوص المتحررة على الدرس الثاني سبيل الرشاد فتابعونا ترجمة نانسي قنقر